موسيقى مساء الخير مكملين لسه في حلقاتنا عن أسرار الزكر والذكر زي ما بنقول كل يوم هو درجات وأنواع وربنا وصانا فيه بالكسرة بنذكر باللسان كتير لحد ما القلب يحس ويستشعر المعاني ويتوصل بالله اللي بيساعدنا على الإحساس بالذكر أننا نفهم معانيه والقصد منه وده اللي بنعمله الملف ده بنتكلم عن معاني الأسكار والحكمة منها ولو تحول الزكر المنهج حياة فلازم هيتنفذ وعد ربنا بالطمأنينة ألا بذكر الله تطمئننا القلوب ذكر النهاردة هو الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على سيدنا محمد يعني إيه صلاة على الرسول الصلاة أصل معناها هي الصلاة فربنا بيأمرنا بالصلاة يعني الوصل المستمر وعلى رأس الصلاة دي إقامة الفروض الخمسة الخمس صلوات دي الصلاة من العباد لله في صلاة من ربنا لعباده هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور الصلاة من ربنا سبحانه وتعالى هي صلاة ووصل من ربنا لعباده بالرحمة والمدد من الله لكن الصلاة من البشر والملائكة على الرسول هي وصل وصلة بيننا وبين الرسول بالشكر والتعظيم وده أمر من ربنا لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة على النبي من أكتر الأسكار اللي مرتبطين بيها لكن بنقولها عادة من غير إدراك إحنا بنقول إيه وبنصلي على مين فالموضوع محتاج فهم وإدراك قوي إحنا بنصلي على مين وبنشكر وبنعظم مين إحنا بالفترة بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مش مدركين بنحبه لي لأن الحب اللي من غير معرفة بيبقى حب ملهوش أساسات متسينة وغير إننا مش مطالبين نحبه وبس إحنا مطالبين نتبع ونقلت ومطالبين نفهم مين هو نبينا وإيه هو منهجه فتبقى معرفة وفهم يوجده اتباع وحب حقيقي وساعتها تكون الصلاة على الرسول حقيقية محسوسة ونستشعر صمرتها في أساسيات ضروري نعرفها أولها لسيدنا محمد خاتم النبيين وما فيش بعد رسل تانية برغم إن قبله كان فيه وقال حوالي 120 ألف نبي وأكتر من 300 رسول وملخص رسالة سيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبعسته ليتمم مكارم الأخلاق فهل كل دا كافيل إن يكون آخر نبي ورسول وغير إن كل نبي له معجزاته وقصص خارقة عن قوانين البشر فإيه اللي ميز سيدنا محمد وليه كل نبي كان بيبعث لقومه لكن سيدنا محمد بعسته للعالمين علشان نجاوب على دا فهنرجع للفكرة الأساسية اللي ربنا أرسل علشانها الرسل والكتب السنوية تتلخص في إنها التوحيد بالله وعبته لوحده بدون شراكة حتى ولو هوى نفس فيكون في شرك خفي مع ربنا وكل الرسل والأنبياء بعثوا لأقوان متفاوتين في الشرك فكانت رسالتهم يعلموهم معاني لا إله إلا الله طب إيه اللي يخلي اللي وحده الله إيمانهم يكون متفاوت برغم إنهما متفقين على التوحيد اللي بيفرق في دراجات الإيمان ما بيننا هي معرفة الله كل ما بتتعرف على ربنا وصفاته وأسماءه وتترجم الصفات ذي لأفعال هيزداد إيمانك وهنا كانت معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه نموذج تطبيقي متكامل لترجمة أسماء الله وصفاته لأفعال فتكتمل معاني معرفة الله مش مجرد إننا نختزلها فإنه سبحانه وتعالى رب يحي ويميت ومالك الكون دي معرفة عميقة لإله بصفات لو تعرفنا عليها وعشنا بيها نبقى أدركنا الجنتين جنة الدنيا وجنة الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان وجنة الدنيا مش معناها إنك مش هتبتلى هتبتلى بس جواك حصانة من قوة ويقين وطمأنينة تواجه بيها أي حاجة بتكتشف نفس تانية جواك وهي دي معجزة سيدنا محمد معجزة نابعة من الداخل معجزته في تشكيل النفس البشرية واكتشاف قدراتها ومعجزاتها بقوانين الله ومنهجه منهج أخلاقيات متكامل في السلام والعدل والرحمة والقوة والإنصاف والحكمة منهج الرسول منهج بيوجد فيك صفات وقدرات ويوصلك بالمصدر الرئيسي الله فتتفجر جواك طاقات تانية خالص وهي دي خلاصة رسالة الإنسان في الأرض ودوره كخليفة لله معاني وصفات لو اتبعناها صح تصنع حضارات أحد المفكرين الغربيين قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو أعطي لمحمد زمام الأمور في هذا العالم المليء بالملابسات والمشكلات لقادة البشرية إلى بر الأمان هي دي السنة اللي تتبع مش سنة شكليات ومظاهر ويتحول للذكر الكلمات مقررة مش مدركينها فالسنة واتباعها هي اتباع صفات ومعاني وتدبر في تفاصيل الأفعال من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما فيش موقف وما فيش ابتلاء ما فيش شعور معاشهوش من غير ما يسقط عليه اسم أو صفة من صفات الله فهو علشان كده مرجع لكل ابتلاءات ومواقف البشر هو المنهج اللي نذاكر منه تلجأ له في كل تفاصيل حياتك من ابتلاءات واجع فقد ظلم فرح منع عطاء هتلاقي ابتلاءك موجود ومتألفي تتعامل ازاي بمنتهى الإنسانية والأخلاق والعدل والمراعاة والحكمة فهو منهج يطلع أفضل نسخة منك خلاصة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا اختصرها في كلمات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وجوده ومنهجه رحمة للعالمين واتبعنا للمنهج ده هي رحمة بينا قبل ما تكون مجرد طاعة ربنا قال لنا على قانون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مش هنشوف عذاب والرسول فينا ومعنا والرسول معنا بسرته وبسنته وبتضيق منهجه كل اللي قلناه ده دي الأساسيات اللي بتحطنا على الطريق اللي بي نستوعب معنا الصلاة على الرسول وشكره وتمجيده فتكون أفعالنا وسلوكياتنا أقوالنا ونوايانا هي شكر عملي فيكون ذكر اللسان والصلاة عليه ذكر مسمر قادر يأثر على كل تفاصيل حياتنا بالفتحة وبالبصيرة بمدد وأنوار من ربنا ورسوله هنتكلم بالتفصيل عن أسرار الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية مكملين في سلسلة حلقتنا عن أسرار الزكر ودفنا النهاردة شيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف أهلا وسهلا بحضراتك شيخ أحمد أهلا وسهلا ورحبا منوارنا وربنا يبارك بحضراتك وفعل ماك يا رب دايما الله يحسن إليك النهاردة بنتكلم بإذن الله عن فضل وثمارات الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما نتكلم عنه تحديدا احنا عايزين نوضح ايه مفهوم الصلاة بشكل عام يعني الصلاة هم قالوا مصدرها كلمة الصلاة ان تتوجد الصلاة وربنا فرض فروض خمسة دي هي رأس كل الصلاوات فكرة دي الصلاة ما بين العبد وربه وفي نوع تاني من الصلاة صلة من ربنا لعباده والآية بتقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وفي صلة تانية هي صلاتنا من العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام فمبدئيا ايه الفروق ما بين الصلاوات الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة له ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه تنزه ربي عن القعود وعن الجلوس وعن الحركة والسكون وعن الاتصال وعن الانفصال سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله فاللهم نصلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه الحقيقة حلقة اليوم يعني من الحلقات المبهجة المفرحة يعني التي تبعث في القلب بالفرحة والسرور وخاصة لأنها متعلقة بالجنب النبوي الشريف صلى الله على سيدنا محمد لو نظرنا إلى الصلاة في العموم الصلاة في اللغة معناها الدعاء يعني وما لم يعرفوا الصلوات قلوا الصلاة سواء بأ الصلاة على النبي أو الصلاة مثلا لي الفرائد التي الخمس المفروضة علينا فيقولوا الصلاة في اللغة معناها الدعاء أما في الاصطلاح فالصلاة التي هي المفروضة علينا التي عبارة عن رقوع وسجود ونحو ذلك بيقولوا هذه مفتتحة بالتكبير أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فدي الصلاة اللي هي المفروضة يوميا لي الخمس صلاوات في اليوم فرضهن الله على العباد والنبي كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى بهن بتمامهن يعني صلاة تامة غير ناقصة يعني من كل الجوانب كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة هذه بشرى عظيمة أن الإنسان أن يحافظ على الصلاة والصلاة أهميتها عظيمة وأهميتها بالغة بل هي من الفرائد والأركان التي تأتي بعد الإيمان مباشرة الصلاة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول الصلاة الصلاة عباد الله حتى في مرض الوفاة صلوات ربي وتسليماته عليه كان يغشى عليه ثم يفيق يغشى عليه ثم يفيق وكلما أفاق يسأل أحان وقت الصلاة أحانة الصلاة لانشغال قلبه بهذا الأمر صلوات ربي وتسليماته عليه ده بالنسبة للصلاة اللي هي العبارة عن أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وأما الصلاة التي هي من الله أو من الملائكة أو من العباد على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من الله على عباده يعني كما قالوا معناها الرحمة المقرونة بالتعظيم الصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم رحمة للعباد مغفرة للذنوب مقرونة بالتعظيم يعني تعظيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معنى لما نقول اللهم صلي على سيدنا محمد نحن نقول بالأصل الصلاة معناها الدعاء فكأننا نطلب من الله كأننا نقول ونطلب من الله اللهم زيد سيدنا محمدا تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة إلى غير ذلك فكلما أكثرنا من الصلاة عليه صلوات ربي وتسليماته عليه أن الإنسان منا ينتفع يكون له الأجر العظيم وأكيد بطريقة صحيحة بطريقة صحيحة يعني مثلا مثلا نلاقي بعض الناس مثلا في الصلاة بيقى مثلا مجرد ما يأتي ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس له ثواب كلمته خطر نعم ينبغي أن ننتبه يتلاقي كثير من الناس مجرد يقول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك هذا ليس صلاة على النبي بالعكس للإنسان إذا حضرت الصلاة على النبي يتهيأ لها ويقول صلى الله عليه وسلم بطريقة لفظ صحيح ليه لأنها ستعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلم علي كما أرضى في الحديث من سلم علي نائيا بلغته صلى الله عليه وسلم فالإنسان من كل ما صلى وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله فهو يعرض على النبي واسمه يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا بذلك تأتيه النفحات والبركات والأسرار والأنوار يتنور الظاهر ببركة هذه الصلاة فالواحد لما يستشعر هذا المعنى أنا لما أصلي وأسلم أستحضر الجمال المحمدي أستحضر الجمال النبوي صلوات ربي وتسليماته عليه فأستحضر هذه الحالة بس مجرد لما أقول صلى الله عليه وسلم أو لما أقول اللهم صل على سيدنا محمد ونحو ذلك كم أستشعر من هذا الفرح من هذا الصرور من هذا الجمال من هذا الجلال فتأتيه عند ذلك تأتيه النفحات تأتيه الأنوار تأتيه البركات يتنور ظاهره ويتنور داخله كذلك ربنا يبارك في حردك يا شيخ أحمد هي فعلا الفكرة حردك قلت كلمة مهمة جدا فكرة الاستحضار وده اللي بنحاول نعمله علشان نفهم إحنا بنقول إيه إحنا فعلا بالفترة بنحب النبي عليه الصلاة والسلام وتلاقي أكثر الأسكار الناس تقولها حتى وهي بتبيه وهي بتشتريه في أي حاجة مكتوبة على العربيات كل حاجة صلي على سيدنا محمد بس إحنا فعلا مش مستوعبين من صلي على مين ومش مدركين الحب ده أبعاده إيه زي ما حردك قلت أن الصلاة تعظيم وشكر ومعاني عميقة جدا إحنا بنقولها عادة وكلمات وخلاص الفكرة الحكمة من إن إحنا مطالبين إن إحنا نتعرف على الرسول علشان مش بس مجرد حب عشان يتحول الحب ده لأن إحنا بنقلت سيرة فساعتها نعرف ناخد السمرات بتاعة ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام البداية تكون إيه يعني فكرة إن إحنا نبتدي نتعرف على الرسول علشان نستحضر الذكر البداية العلم العلم الإنسان لما يتعلم لما أتعلم يعني لما الواحد منهم مثلا كل ينبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وتناولنا جانب العقيدة وجانب معنا لا إله إلا الله والشهادة ونحو ذلك وبينا بعض الأمور متعلقة بها الجزء الثاني من الشهادة اللي هو يعني متعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح الإيمان إلا بهذا الأمر يعني الجزء الثاني أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهادة معناها لما أقول لفظ أشهد معناه أعتقد بقلبي وأعترف بلساني فأنا اعتقاد بالقلب واعتراف باللسان أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تبارك وتعالى إلى جميع الخلق من إنس وجن وعرب وعجم إلى كافة العالمين صلوات ربي وتسليماته عليه لأنه خاتم النبيين كل نبي كان يبعث في قومه خاصة ولو وجد غير قومه كان يدعوهم إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالله أما رسالة سيدنا محمد هي رسالة عامة شاملة لكل الخلائق من كل الأجناس يعني ما فيش واحد يقول مثلا آه أنا أؤمن بالله لكن لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك هذا ما صح منه لأن الجزء الثاني من الشهادة الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنا الإيمان والاعتراف فاعتقاد بالقلب واعتراف باللسان أن سيدنا محمد مرسل من عند الله تبارك وتعالى وأنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله تبارك وتعالى سواء كان من أمور الأمم السابقة أو من الأمور التي ستحصل في المستقبل من أمور النعيم القبر للمؤمنين وعذاب القبر للعصات والكافرين والجنة والنار والصراط والحشر والميزان وكل ذلك حتى وإن لم أرى بعيني لأنه مجرد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقع مني في التصديق أكثر من أنني لو رأيت بعيني نبعد نقول لك من راح شاف وقال لنا ونحو ذلك نقول مجرد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام هو صادق صلوات ربي وتسليماته عليه وربنا قال وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وكمان أيضا أتعرف على حياة النبي عليه الصلاة والسلام السيرة النبوية وسنة الرسول أشوف يعني أأخذ الجانب الخلقي والخلقي فلما أأخذ الجانب الخلقي يعني اطلع البهية للنبي عليه الصلاة والسلام الجمال المحمدي يعني الوجه الأنور الأزهر الأنور لما أنظر يعني أتخيل هذا الجمال المحمدي أعرف الدقيقة فلذلك العلماء تبص يعني لو نظرنا في السيرة بيذكروا كل شيء بالتفصيل كل شيء الأرنبة كانت كذا الشعر أحيانا يصب إلى هنا إلى هنا تدويرة الوجه الإحمرار العرق الذي كان يظهر إذا غضب يعني كل التفاصيل دي ليه تعلقا بهذا الجمال المحمدي صلى الله عليه وسلم فإننا لو نظرنا ولو رأينا فلن نجد أعظم ولا أفضل ولا أكرم ولا أزهد ولا أرحم ولا أجود ولا أرأف من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الصحابي كنت في ليلة أضحيان يعني القمر ظاهر قال فجعلت أنظروا إلى القمر وأنظروا إلى وجه النبي أنظروا إلى القمر وأنظروا إلى وجه النبي فهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام زي محرطك بتقول ودايما بنأكد أن فكرة ما فيش أرب ولا صلة ولا حب ولا أي حاجة من غير معرفة وهو ده سبحان الله الشهادة أشهد عن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولما تكلمنا عن لا إله إلا الله وقلنا مش هندرك يعني إيه أن ما عندناش إله غير الله غير بالمعرفة فخلينا نقول أن في أساسيات محتاجين نكون عارفينها عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي يعني قصص وسيرة لا تنتهي ومحتاجة طول الوقت أنه نستذيت اللي واحد يقولنا الجانب الخلقي والجانب الخلقي بالضبط خلينا نتكلم النهاردة نقول إيه أساسيات مهمة جدا محتاجين نكون عارفينها لأن طبعا صرت الرسول حلقات وحلقات وعملنا ملف قبل كده بس النهاردة بنتعرف مين الرسول عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنصلي عليه من الحاجات المهمة الأسئلة اللي بتيجي في المهمة هو ليه الرسول هو آخر الأنبياء ليه هو آخر الرسول يعني ربنا نزل رسل كتير جدا وأنبياء كتير لكن ختم الأنبياء والرسل بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكانت الخلاصة إنما بعيسته لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم يعني دائما يقول لما الإنسان بالجهدية يعني صلى الله عليه وسلم بعثة الأنبياء والمرسلين هذه رحمة للعالمين ورحمة للعباد من الله تبارك وتعالى والناس في حاجة إليها وختمها ربنا تبارك وتعالى بأفضلهم وبخاتمهم وبأحنهم وبأرقهم وبأجلهم صلى الله عليه وسلم فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ويذكر ذلك من فضل الله تبارك وتعالى فكان يقول للصحابة أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم بمعنى يعني هذا من فضل الله تبارك وتعالى من رحمة الله بهذه الأمة الضعيفة المسكينة أن جعلها يعني يعني أن جعلنا الله من حصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وقال أنتم الآخرون السابقون أنتم الآخرون السابقون قالوا ما معنى الآخرون السابقون الآخرون أي الآخرون وجودا في الدنيا فمسألة الترتيب الزمني لا تعني الأفضلية مش معنى أنه واحد قال أول واحد قال آخر يعني معنى أنه قال أول أفضل من الآخر لا الترتيب الزمني لا يعني الأفضلية لذلك قال أنتم الآخرون السابقون الآخرون أي الآخرون وجودا في الدنيا فنحن آخر الأمم السابقون أي السابقون دخولا إلى الجنة فأول أمة تدخل الجنة بعد الأنبياء هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم الجنة يعني منع الجنة على الأمم حتى على الأنبياء حتى يدخلها سيدنا محمد فأول من يحرق حلق الجنة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك ذات مرة كان الصحابة يتذكرون فيما بينهم فضائل الأنبياء بعضهم يقول أفرأيتم إلى العجب لقد اتخذ الله إبراهيم خليلا والآخر يقول لقد كلم الله موسى تكليما والآخر يقول عيسى من روح الله ونحو ذلك فخرج عليهم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم تحدثا بنعمة الله وإظهارا لفضل الله تبارك وتعالى قال لهم أما وإني قد سمعت ما قلتم فإن موسى كريم الله وهو كذلك يعني أسمعه الله كلامه الزاتي الأزري الأبدي الذي ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة وإن عيسى من روح الله يعني معناه روح سيدنا عيسى عليه السلام روح كريم مشرف عند الله تبارك وتعالى وهو عبد الله ورسوله ثم قال ألا وإني محمد حبيب الله ولا فخر ألا وإني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ألا وإني أول من يحرق حلق الجنة فيقول الخازن من فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طبعا هي فكرة أن خاتم الأنبياء وخاتم الرسل موضوع فيه تفاصيل كثيرة كثيرة ولكن هي تعني أن رسالته عامة عامة للعرب والعجم للجن والإنس بالضبط وهنتكلم في جزئية فيها تانية بإذن الله بس أزالة حضرتك ناخد تليفون معينا أم علي أهلا وسهلا يا أم علي أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أستفضر الشخي سواك أتفضر حضرتك يا حضرت الشخي حنا لما أنا كنت حامل يعنس ابني وجوزي قال لو ربنا كريمنا بولد ولا حاجة آآ هعمل عقيقة ليه تمام بس حصل لنا زارفة بعده وما كانش معنا فلوس نعملوها آآ لحظة ونقبني معك لاندي تبا سنوات دلوق طيب لحظة هو قال إنه هعمل عقيقة والآن نظر عليه هعمل كذا هو قال نظر عليه لو ربنا كنت داني ولد هعمل حاجة لله هعمل حاجة لله طيب حدد أي نوع الحاجة دي يعني زي العقيقة يعني لا لاحظة ما هي العقيقة ما لهاش دخل بالنظر هو يعني حدد ألا أنا هتبح لكن ما أجل أنها هتبح أنا جل هجيب يعني هعمل أكل وطلع لله والجريبي واخواتي ما كاتش ميته ساعت أنها عقيقة هي كاتت ميته عقيقة بردك هو يعني هو جزب له يطلع أكل لله وتبقى عقيقة في نفس الوقت وظروف تعثرت ما بقيتش ما بقاش قدر يعمل ده هو لا أحنا ما فيش أي يقول لنا ده الوقت ووجاله زائف وتعبان ونايم في البيت ما مش عايسين نعمل خائف طيب حاضر ربنا يشفي ويعافيه معلي وهنرد عليك يا حاضر معينا أم محمد أهلا وسهلا يا محمد أهلا يا محمد أهلا بحضرتك معينا على الخط أو الخط أطع طيب معلش تكلمينه تاني يا محمد بعد إذن فكرة النظر وهو يعني تقريبا موضوع تبا هو خلط نعم هو أدرى بنفسه لذلك هو يسأل هو ماذا قال ماذا نوى أن الإنسان على حسب ما هو ذكر لو كان آل مثلا نذر علي مثلا لله علي مثلا أفعل كذا هذا يكونه نذرا وما يجيش أنه يعني يقوله لا نذر في الطاعة يعني مثلا واحد مثلا ما يجيش يقول لله علي لو ربنا كرمني أنا هصلي الخمس أوقات في جماعة هذا فرض أصلا فرض عليك أو مثلا العقيقة هي سنة مؤكدة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرهوم بعقيقته فهذه من السنة أن يفعلها أكيد عند المقدرة وعند الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب في الأمر التاني بقى هو إذا قال بس على حسب الكلام هو قال أنه هيطلع أكل هيعمل أكل ويطلعه بعدين قاله دخل فيها مسألة العقيقة يبقى عملنا أكل ومشي الأمر هو طالما قال أنه مفتوحة بمعنى قال إن شاء الله هعمل أكل ووزعه مش شرط أن أنا أروح لابد أن أنا أدبح وعمل ووزع هذا الأكل ممكن لو عمل أي طعام طالما لم يحدد نوعا من الطعام ولكن مية لا حدد نوع ولا كمية فممكن يعمل شوية أكل لو زي يقولوا الأرص والحاجات دي ممكن لو عمل شوية ووزعهم لله تعالى بيكون أوفى بنذره أوفى بما قاله حتى لو كان اللي بينه بالنفس وقتها وهو بينه إن أنا عايز أعمل وليمة وأعزم نحن نقول هو على حسب بقى هو لذلك هو يسأل أنت ماذا قلت وأصدق إيه وإنت هتقل يعني اللفظ بالأخص اللفظ اللي أنت قلته لأنه بناء على اللفظ وعلى نيته هو هنا هيتحدد الأمر فلو مجرد أنه أنا أعمل أكله ووزعه فلو عمل شيء قيل لو قاب كيلو لحمه وعمله ووزعه لكم واحد مثلا من حواليه ونحو ذلك بيكون أوفى بنذره حتى لو ما كدش نيته ونوكيله لحمه هو طالما ما حددش شيء معين أنا هعمل أكله ووزعه طب لو فحالت إنه هو تعصر مادية تعصر لا شيء عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال من نظر أن يطع الله فليطعه ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه يعني الواحد مننا لو نظر نظرا أصل النظر لا تطوع من الإنسان بس منهي عنه يا شيخ أحمد صح؟ نعم النظر منهي عنه لا ليس منهي عنه يعني فكرة إن إحنا بنوعد يعني فيه قراءة بس هنا بنتكلم إيه ما يجيش في وقت حماسة ويفتح صدره وبعدين يعتل الهم لا بالواحد يكون زكي وفطن أنا لما أقول نظر علي يعني معناه أنا أتحمل هذا الأمر فينبغي علي يعني أن أنطق وأن أتكلم بما أستطيع طيب بالقراء اللي كانت بتقول من المشايخ فكرة إن أنت يعني دي فيها عدم تأدب مع الله اللي هو كإني بشترط لو عملت لي كذا يا رب فأنا هعمل كذا لا لا بالعكس ده هذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى يعني ده رأيتين بالعكس لأنه هذا ما ورد في السنة لأنه ورد في السنة مسألة النظر ونحوي ذلك فما ينفعش نحنيجي ننهى عنه يعني بنقوله الإنسان النظر عليه أن ينظر بالشيء الذي يستطيع أن يفعله وكمان حتى عشان مسألة التأدب مع الله هو يعني الألفاظ اللي بيستعملها أنه ما يجيش يقول يا رب نجحت ابني أنا هعمل لك كذا لا بقوله إن شاء الله ونحوي ذلك من الألفاظ التي فيها أدب مع الله تبارك وتعالى بقول إن شاء الله عز وجل لو الله يسر لي هذا الأمر إن شاء الله لأوسعن على عباده لأتصدقن بكذا لأصومن لله نظرا كذا ونحوي ذلك بالشيء الذي يستطيعه لأنه وقت ما تيجي الحماسة بتلاقي أن بعض الناس لك نظر علي إن شاء الله أتبح بقرة أتبح عقل يا مسكين أنت عارف نفسك وعارف ظروفك لا تستطيع فلماذا تضع على نفسك شيء لا تستطيع هل لي كفارة أو حاجة؟ لا هو عند الاستطاعة يجب عليه الوفاء بالنسب لكن لو ما فيش استطاعة ما فيش استطاعة خلاص إلى أن تأتي الاستطاعة ما فوج بأنه إذا نظر فبيروح سنطلت أيام عشان لا هو عند الاستطاعة إن كان مستطيعا فليوفي بنذري الاستطاعة دي قد بعد عشر سنين يوفي بهذا النذر سبحان الله وفان اختلاف العلماء رخما لأن فعلا كذا رأية ألف الموضوع يكون متعلقا برقبته ولو بعد حين ولو بعد حين ولو بعد حين لكن حاليا هي دلما ما ديتهم منها لا يستطيع عند ذلك لا هو الوفاء عند الاستطاعة متعلقة بالاستطاعة وكل ده مرتبط بصدق النية طبعا أكيد الإنسان بالضبط وقدرتهم الحائلين كمان أحيانا في نقطة تانية الشيطان لا يتركه هذا عمل خير فبيكون خلص أنه قاله إرشين ونحن يزاك وبيقدر أنه يوفي بهذا النذر وأحيانا بيكون اختبار لهذا الإنسان أنه قالي وكذا أنت كان عليك نذر هتستخسر ولا لا فالك أسلم مش عارف فيه شوية حاجات مش عارف كذا وكذا وكذا فيفتح على نفسه أبواب تانية فيوهم نفسه أنه مستطيعا فينبغي حقيقة إذا كان مستطيعا فليسارع وما فيش استطاعة فيضع في قلبه عند الاستطاعة لا بد أن أفعل ربني يبريك فهدك يا شيخ أحمد هستأذن حالتك نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل بإذن الله أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية شيخ أحمد قضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين خلينا نقول كده كان فيه ملمح في الموضوع ده فكرة أن كل الرسل هم بعثوا لرسالة التوحيد لا إله إلا الله ويصرفوا الناس عن معاني الشرك بالله وتدرجت الرسالات على مدار السنين والرسل والكتب السماوية عشان تأكد المعنى ده قالوا لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هو يعني إيه حق اكتمال معاني معرفة الله مش مجرد فكرة أن احنا بنوحد ونقول لا إله إلا الله كل ما بيزداد درجات الإيمان فده معناه أن نزداد الدرجات المعرفة فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته فيها اكتمال معاني معرفة الله وأسماءه وصفاته عشان كده حتى حضراتكم كل ما بيجي نتكلم عن معرفة الله نقول نتعرف على أسماء وصفاته ودورك كخليفة لله في الأرض أن أنت بتطبق أسماء الله وصفاته فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو النموذج المتكامل لتطبيق أسماء الله وصفاته فأتم الرسالات السماوية كامل عايزين نشرح بهضوح المعنى هو هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية قال في الحديث أنا أعلمكم بالله أعرفكم بالله وأشدكم له خشية لأن هذا العلم الذي يقتضي اليقين والمعرفة ونحو ذلك يولث الخشية من الله تبارك وتعالى لذلك الله عز وجل ما أقسم بحياة أحد من البشر إلا بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه آدم أبو الأنبياء وأبو البشر وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى من روح الله ونوح كم مضى من العمر والوقت في دعوة وصبر على أذى قومه ومع ذلك الله عز وجل ما أقسم إلا بحياة سيدنا محمد فقال ربنا تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي وحياتك يا محمد وقال الله يقسم بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن قلب سيدنا محمد حوى من تعظيم الله وحوى من خشية الله ما لم يحوه قلب مرئ قط فلذلك كان خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم علشان كده دايما نقول الشهادة هي أنت كل حاجة فيك بتشهد إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن الاتنين ما يفترقوش عن بعض ربنا هو بأسماء وصفاته أوجد لنا النموذج التضييق للأسماء والصفات في الأرض فنتبع ده إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أعرف إنسان بالله صلى الله عليه وسلم وأشدنا لله خشية فكان يقوم بأوامر الله تبارك وتعالى ويعمل بشريعة الله وأعرفنا بالله عز وجل لذلك ربنا حتى الله قال لنبيه ورفعنا لك ذكرك فقالوا معنى رفع الذكر أنه لا يذكر الله إلا ويذكر معه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الشهيدة نحن مطبيقنا نعم دائم المؤذن أو الدخول في الإسلام مقرون دائما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال له من رفع الذكر أن الله عز وجل لا يذكر إلا ويذكر بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دايما نقول الأنبياء ليهم كثير منهم معجزات خارقة فدايما التساؤل إيه معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إيه القرآن هو معجزة في مثال الدرب توضيحي كان عدد الصحابة حوالي 114 ألف صحابي فقالوا ده نموذج تطبيقي أن يعني إيه الرسول حولهم كانوا ناس من حالة الضلال والكفر لإكتشافات معجزة النفس البشرية فطلع أفضل ما في كل واحد فبقوا صحابة الرسول اللي بنسمع عنهم قصص ومفترض أن احنا نقتدي بيهم وبتفاصيلهم والسلوكياتهم فمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو منهج بيكتشف أسرار وحقيقة قدرات النفس البشرية عايزين نوضح معنا دايشي فعلا هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول شيء النبوة والرسالة هي اصطفاء من الله تبارك وتعالى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام اكتملت فيه مسألة النفس البشرية يعني لذلك حتى بالعادة لما نقول وفيش فينا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام العصم الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام فربنا تبارك وتعالى اختار نبيا من جنس قومه وبلغة قومه وكان منهم وبينهم لذلك لما خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا رسولا يعني بين أن يكون ملك من الملوك كسيدنا سليمان ونحب ذلك وبين أن يكون أو أن تحول له بطحاء مكة زهب فأعرض عن كل ذلك وقال أحب أن أكون عبد الشكورة يعني أحب أن أعيش عيشة المساكين أجوع يوما وأعطيش يوم فكان مع أصحابه وكان يخالطهم وكان يجالسهم وكان يسايرهم عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم لذلك نكون ابن أم من شوية أنه إذا استحضرنا هذا المعنى أنه أنا لما أجلس أصلي وأسلم على الرسول فهذا سبب لتنوير الظواهر وتنوير البواطن وتحصل هذه الصلة فكيف في حياته عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل كبيرا في قومه ويدخل عليه فإذا به تصيبه يعني سيدنا عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما خرج وجاء وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي ماذا صنع عليه الصلاة والسلام أمسكه من هنا ثم هزه هزا وقال له أما أنا لك يا ابن الخطاب قال فجثى عمر على ركبتيه نزل على الأرض جثى على ركبتيه وقال الآن الآن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فكانت نظر منه عليه الصلاة والسلام تكون سببا في تغيير الحال لذلك سيدنا ثوبان لما دا كان يعني ثوبان كان صحابيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره كذلك كان بعض يجلس فيطيل النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان الواحد منهم لا يستطيع أن يحدق فيه النظر قالوا لأن جماله محاطس بالهيبة والجلال صلى الله عليه وسلم فكان ينظر إليه ويبعد وينظر إليه ويبعد فالنبي لاحظ هذا الأمر فقال لبعض الصحابة لما تطيل النظر إليه لما تكثر النظر إليه فقال له يا رسول الله أتذكر الآخرة وأن الله سيرفعك مكانا عليا مع النبيين تكون في منزل عالية منزل رفيع وأما أنا فلا أكون في منزلتك يا رسول الله قال له فأملي عيني بالنظر إليك في الدنيا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسيدنا الثوبان لما الرسول رآه جسد بأنحيل يعني بقى ضعيف وبتغير حاله شاحب اللون فقال له ما بك يا ثوبان ما الذي غيرك لهذا الشكل فقال له يا رسول الله والله ليس لي ليس بي مرض ولا نحو ذلك غير أني إذا بعدت عنك اشتقت إليك سبحان الله طبعا بجانب المحبة وجانب الصحبة كانت المحبة دي ما جاتش من فراجات من تأثير الرسول عليه السلام في سنة معجزات ما هينا بقى النقطة النبي كان عالما بهذه النفوس فكان كل واحد من هؤلاء النبي كان يتعامل مع كل واحد يعني مع كل هذا العدد الهائل وكان كل واحد منهم يظن من نفسه أنه الأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيزور هذا ويعود ذاك يعني مثال آخر النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يعني اللي بيروح إلى المدينة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام في القريب العاجل في مسجد مصبح أو مسجد بني أنيف هذا الموضع في هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام زار فيه سيدنا طلحة بن براء سيدنا طلحة وسيدنا طلحة كان شديد المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي يعني مرة قال للنبي لما كان مريض وزاره بعدين اتخذوا عليه مسجدا ليعرف فسيدنا طلحة قال للنبي يا رسول الله مرني بما تشاء فإني لا أعصي لك أمرا اللي انت عايز أمرني بي وأنا أنفذه وطلحة أبوه كان من كبار كان من المنافقين لم يكن مسلما كان ممن أظهروا الإسلام وابطنوا الكفر فعند ذلك النبي أعطى اختبار ماذا قال له قاله إذ هفقت الأباكة فخرج مسرعا ما سأل لم يسأل عن السبب ولا خرج مسرعا فعند ذلك النبي ناداه قاله إني لم أبعث بقطيعة الرحم ناداه عليه الصلاة والسلام ولك كان ينظر فانظر إلى هذه السرعة في تلبية الأمر أو في المعركة لما تقف مش بس الرجال حتى النساء لما تقف سيدة نسيبة اللي هي أم عمارة النبي يقول رحم الله أم عمارة أنا في المعركة ما كنت أنظر يمينا ولا يسر إلا وأراها تدافع عني حتى بيقوله إنه هي وقفة تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولدها أصيب وقع في المعركة فعملت إيه؟ قوله تناولت سيفا وألقته له وقالت له يا بني قم وادفع القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانا اللهم وصلوا للمرحلة دي يا شيخ أحمد من كتر ما هم شايفوا يعني إيه إن فيه معجزة حقيقية نموذج عمل نموذج عمل تطبيقي لمنهج يعني أحد العلماء الغربيين قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مش مسلم قال أنه لو أعطي لمحمد زمام الأمور في هذا العالم المليء بالملابسات والمشكلات لقادة البشرية إلى بر الأمان لقوا إن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في التطبيق هو منهج فيه خلط غريب جدا ما بين كل المعاني وكل الصفات اللي تقدر تحل فعلا المشاكل بممتع الحكمة مع السلام مع الحسن الصفات هي دي بوعيسي لأتمم مكارن الأخوة يا عسان صرق بس مثال بسيط شو في أشخاص وصلت بهم الغلظة والشدة والجفاء إنه الواحد منهم لما يمسك بنته كده وهي حية يمسك بنته حية تصرخ بين إيديه يحفر لها في الأرض ويضعها في التراب ويطم عليها التراب وهو يسمع صوته في الجاهلية وقت في الجاهلية قبل أن يسلم يعني هذا القلب تحو يعني يعني لما تيجي تفكر فيها مثلا الواحد منها لو عنده ولد لو شوية تعب شوية مرض أحيانا لا ينام الليل بقى الآن مشغول رايح فما بالك تب هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الحالة قلبه كيف تب هذه القلوب المتحجرة والمتعجرفة والمتكبرة والتي فيها ما فيها من الظلم والجهل والكفر والشرك والعناد تحولت برحمة الله وتحولت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوب في الرقة أرق من أفئدة الطير سبحان الله الواحد منهم إذا قيل له شوفي سيدنا عمر عمر بن الخطاب الذي يعني كانت تهتز الأرض عند ذكر اسمه إمرأة لما صعد على المنبر ووقف ثم قال اللي سمعت غال في المهور ويرفع عن الشيء الذي أعطاه النبي لنسائه أو أخذه لبنته زاد عنه شيئا لا أخذنه منه ولا أضعنه في بيت مال المسلمين ونزل من على المنبر فقامت له إمرأة فقيها قالت له يا عمر من أولى بالاتباع أنت أم كتاب الله قالها بل كتاب الله ما بك قالت له الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فرجع إلى المنبر وقال أصابت إمرأة وأخطأ عمر كل الناس أفقه من عمر شوفي إلى التواضع سمي علىها الترويد الترويد النفس البشرية دي معجزة منهج الرسول عليه فلذلك نبي حولهم التحويلة دي كلها لذلك هذا الذي قال هذا الكلام صدق في مقال هذا العالم كله بما يموج وبما فيه من الفتن والحروب والتقتيل والتشريض والظلم وما إلى ذلك يعني حقيقة لو اتبع تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام ونحن أيضا في حياتنا لو اتبعنا منهج النبي واتبعنا تعاليم النبي لتغيرت حياته هيا دي بأي شيخ أحمد العزين نتكلم فيها يعني ربنا لما يقول خلاصة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعسته في كلمات وما أرسلناك إلا رحمة للعالم صلى الله عليه وسلم فكرة الرحمة دي هي رحمة بينا إحنا اللي محتاجين الرحمة دي هي مش فكرة إن منهج ولازم نطيع وإلا هناخد سيئات المعادلة مش كده المعادلة إن إحنا محتاجين ده الآية التانية وما كان الله اللي يعذبهم وأنت فيهم الموضوع ده لو عملنا إحنا بنعتقدها أو بنفهمها عايزين نتكلم بالضبط مفهوم أن الرسول فينا برغم 1400 سنة وأكتر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى لهذه الأمة أمانين اثنين من العذاب اللي هو عذاب الاستقصال أن يأتي عذابهم فيستقصلهم عن آخرهم قد يأتي بعض الأشياء تأتي بعض الأمور تحصل بعض الفتن لا أما أن يأتي عذاب يستقصلهم يستقصل شأفتهم فالله عز وجل أعطى لهذه الأمة أمانين اثنين من هذا العذاب قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فبه بسببه عليه الصلاة والسلام وبوجوده صلوات ربي وتسليماته عليه رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال والأمر الثاني اللي هو الاستغفار وهذا الإنسان لا يتركه ينبغي أن يحافظ عليه لذلك النبي كان يعلمنا هذا الأمر وأنت فيه وجود النبي عليه الصلاة والسلام ليس مقتصر بأنه يعني ليس كما صوره بعض الأشخاص بعض المبغضين بعض الجامدين يعني الذين صوروا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كساعي البريد الذي جاء برسالة ثم ذهب ولا علاقة لنا به لا الأمر ليس هكذا أو كما قال بعضهم والعياذ بالله حينما وقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقالهم عصايا هذه أنفع من محمد قالهم عصايا هذه أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي أما النبي فجاء برسالته وذهب لا الأمر ليس هكذا النبي عليه الصلاة والسلام نفعه ممتد في أمته إلى قيام الساعة وهو في قبره ينفع أمته عليه الصلاة والسلام وذلك كما ورض في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم وقال ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم قال فإذا أنا ميت عرضت علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله فلذلك الوحد مننا كل ما أكثر من الطاعات كل ما أكثر من الخيرات يعلم أن ذلك يفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام مع اتباع الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يفرح قلب النبي فأنا لما أفعل هذا يعني أكثر من الأعمال الصالحة أكثر من الخيرات هذه الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن وجدت خيرا حمدت الله يفرح لي ذلك قال وإن وجدت غير ذلك قال استغفرت الله لكم فاستغفاره منه لأمته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد انتقاله نفع منه لأمته ودليل على الصلة به عليه الصلاة والسلام وعلى الاتصال به وأنه لم ينقطع عنا صلى الله عليه وسلم ففكرة لما كان الله ليعدبهم وأنت فيهم فكرة أن كل واحد قادر يوجد الرسول معايا عليه الصلاة والسلام نعم يعني بالأوامر بالنواهي باتباع المنهج الكامل الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام وقاعدة لابد أن نضعها والله لن يكون هناك نجاح ولا فلاح ولا إصلاح لما نحن فيه ولا تغير للحال إلا بالاتباع الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام والاتباع ده قصص وتفاصيل يعني إحنا كل يوم بنفتح مواضيع شخص بالظافر وكمان حتى المحبة تقتضي الاتباع ما هي مش هوا ده اللي بنقوله من البداية خالص أنت مش هيتعرف تتبع حد اللي ما تعرفه الأول تقتضي الاتباع لأنه لا ينبغي أن أكون مجرد كلام أنه أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام إنعكاس كل اللي قلنات في الحلقة النهاردة شايف أحمد على فكرة الصلاة على الرسول فالثمرات ده هيباني زي أكيد يعني ابن الجوزي ذكر في بستان الواعظين أنه من الأشياء التي من الثمرات للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الأولى تنفيذ أوامر الله الاقتداء بالملائكة الأبرار صلاة الملك الجبار الاقتداء بالملائكة الأبرار مخالفة المنافقين والكفار تنوير الظواهر والأسرار دخول دار القرار والنجاة من دار البوار أي النار وغير ذلك من النفحات والبركات والرحمات لما يتعلق قلبي بهذا يعني بالجناب النبوي لما يتعلق قلبي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشتاق إليه وأحن إليه صلوات ربي وتسليماته عليه فتتغير حياتي إلى منهج كامل إنه أنا أحب هذا الشيء لأن النبي كان يحبه في الطعام في الشراب في الملبس في المشرب في الكلام حتى في الكلام بتلاقي طريقة كلامه تغيرت دايما المحبين لسيدنا نعم حتى المحبين لسيدنا رسول الله حتى في الكلام بتلاقي كلامهم نور كلامهم متغير مش زي الكلام العادي بتلاقيه حتى لا يخرج من فمه إلا شيء الطيب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مستشعب وجود الرسول نعم صلى الله عليه وسلم يتكسف إنه هو يديقه يعني دايما بنقول اللي هو دايما بيخلي قدامه فإن وجدت خيرا حميدت الله وإن وجدت غير ذلك فهو دائما يقول أنا أفعله حتى لما بينجب وبربي ولاده لأفرح قلب النبي بهذه الذرية الطيبة أفعل ذلك لأفرح قلب النبي وهذه من النوايا الطيبة بيحصل إحلال وتبديل لكل المعاني ولكل المنظور وربنا بيمدنا بالمدد بتاعت أنوار النبي اللي يبقونه كمان من الأشياء اللي ذكروها اللي هو الإمداد والاستمداد بالضبط ربنا يبرك في حرفك يا شيخ أحمد ويفتح على حررتك شكرا جزيلا لحررتك شكرا لحضراتك وشوفكو بكرة على خير بإذنانك شكرا لحضراتك شكرا لحضراتك شكرا لحضراتك شكرا لحضراتك بعد فقط شكرا لحضراتك شكرا